فرنسا بلد ثورة الجياع وقيم الحرية والمساواة والأخوة شعار الجمهورية الوليدة وسقوط سجن الباستيل عام 1789 فرنسا بلد جون جاك روسو وفولتير ومهد الديمقراطية الغربية والعلم والمعالم تسقط في امتحان ليبيا آخر فصول السقوط الفرنسي كانت في معركة غريان التي لم تهزم حفتر وحده فضيحة فرنسا في غريان كشفتها سواريخ جافلين التي عثرت عليها قوات الوفاق والتي استنكرت وجودها الأمم المتحدة ودعت للتحقيق في وصولها إلى قوات حفتر غير أن القضية فجرها مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الثلاثة كشفت فيه اعترافا لمستشارين في الجيش الفرنسي بملكيتهم لتلك السواريخ أكدته وزارة الدفاع الفرنسية مضحة أن سواريخ جافلين كانت تهدف إلى حماية وحدة عسكرية كانت في ليبيا لتنفيذ عمليات استخبارية ومكافحة الإرهاب وأن تلك السواريخ تم تخزينها مؤقتا في مستودع قبل تدميرها لأنها غير صالحة للاستعمال خبراء عسكريون فندوا الرواية الفرنسية لعدة أسباب أهمها أن مظهر الصواريخ والصناديق المخزنة فيها لا تدل إطلاقا على كونها متهالكة وإذا كانت غير صالحة فما الغرض من نقلها من المنطقة الشرقية إلى غريان وبالنظر إلى أن أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للدروع جافلين تعد النسخة الأولى من الجيل الثالث لهذه الأنظمة وإلى ما تتميز به من الدقة وتتور فإنه لا يمكن استعمالها إلا بعد فترة من التدريب ما يعني أن وصولها لأيدي مقاتل حفتر قد سبقه تدريب على استعمالها وهذا برهان بحسب الخبراء على تورط فرنسا مع سابقية الإضمار والترصد وبقطع النظر عن مخالفة فرنسا لشروط صفقة شراء تلك الصواريخ البالغ عددها 260 صاروخا ثمن الواحد منها 170 ألف دولار مع الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيراتها على العلاقة بين البلدين وإضافة إلى خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا فأن فرنسا قد أساءت إلى مؤسستها العسكرية سواء بالطفريط في الصواريخ لعسكريين غير معترف به دوليا لطالما وصفته هي نفسها بالمغامر والمتهور أو بالإهمال كحد أدنى للاتهام إذ انتظرت سنوات دون إعدام سلاح متطور كجافلين ومهما كانت التبريرات الفرنسية لخطيئة جافلين ولو تم التسليم بصدقيتها فإن نظرة في مسار فرنسا على الخارطة الليبية يبين بوضوح مشاركتها الفعلية في القتال إلى جانب حفتر وحادثة مقتل ثلاثة من طيارها في سقوط مروحية عسكرية جنوب بنغازي في 2016 خير دليل على ذلك خاصة بعد إنكار وتكتم في البداية أعقبه اعتراف صريح من الرئيس الفرنسي أنذاك فرنسوا أولوند بضغط من مجلس الشيوخ والصحافة الفرنسيين دون نسيان فضيحة سلفه نيكولا ساركوزي في تمول حملته الانتخابية بأموال الليبيين ولكن الأسوأ في سلوك الفرنسيين بحسب متابعين هو خديعتهم لحكومة الوفاق بعد الضغوطات الشعبية والرسمية عليهم بالدعوة المسترابة لحليفهم حفتر بوقف الحرب على ترابلوس وفي الوقت نفسه تزويدهم إياه بأسلحة تدك العاصمة بعضها انكشفا ولكن ما خفي قد يكون أعظم ترجمة نانسي قنقر